تقول أنا أسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا عند حسن ظني عبدي بي أنا عند ظني عبدي بي وتقول أنا يعني أظن بالله عز وجل الظن حسن في أمور كثيرة وأن الله سيمنحني ما ظننته فيه ثم يحصل لي خلاف ذلك أحيانا نعم حسن الظن بالله عبادة يتقرب بها لرب العزة والجلال وحسن الظن لا بد أن يكون له أسباب يأتينا يقول واحد أنا أريد من الله أن يحقق أماني بدون أن يفعل الأسباب المؤدية إلى ذلك نقول هذا ليس من حسن الظن بالله هذا من سوء الظن بالله كيف يعطيك أمانيك وأنت لم تفعل أسبابها هذا سوء ظن بالله عز وجل هناك أسباب مثلا الدعاء أن تدعوت وترجو من الله أن يجيب دعوتك أنت تتق الله وترجو من الله أن يرضى عنك وأن يرزقك في الدنيا فهذا حسن ظن بالله أما أن تعصي الله وتقول أنا أرجو من الله أن يعطيني الخير فهذا ليس حسن ظن بالله أنت تسيء الظن بالله أنه كاذب في وعده ووعيده الذي وعد به عباده وقد يكون الله جل وعلا اطلع على حال العبد وعلم أن ما يصلحه في باب آخر فيمنعه من هذا الباب ويعطيه ذلك الباب الذي يكون خيرا له وبالتالي لا يسيء العبد ظنه بربه نعم شكر الله لكم معالي الشيخ ترجمة نانسي قنقر